السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير عسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم المؤشرات والسلع اليوم الجمعة الموافقة الرابع من سبتمبر من العام 2020 ومثلما تعودنا أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بمؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس DXY ونتابع أخواني العزاء وقبل أن نخوذ في التفاصيل نتفق أن مؤشر الدولار الأمريكي لا زال يتداول في ظل قناة رئيسية هابطة والأسعار تتداول أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ناهيك عن أن الأسعار تتداول أسفل مستوى المقاومة الماثل عند مستوى 50 إذن أخواني العزاء تحدثنا يوم الأمس عن أن كل الصعود الذي يحصل في مؤشر الدولار الأمريكي لا زال يعتبر ضمن الموجة التصحيحية الصاعدة وأنه لن يعتبر صعود حقيقي وتغيير في الاتجاه إلا بخطوتين الأولى أن يتم اختراق مستوى 93 والثبات أعلىها والخطوة الثانية الصعود والتوجه لاستهداف مستوى 93.80 واختراقها الأخرى والثبات أعلىها وبهذا يكون مؤشر الدولار الأمريكي قد بدأ بخلق ميل جديد صاعد وسوف وقتها نشاهد صعود قوي للدولار الأمريكي وتأثيرات على مليك الملاذات الآمنة وبعض السلع الأخرى ولكن نلاحظ أن يوم الأمس بمجرد ملامسة السعر لمستوى 93 بدأت الشمعة بالانسحاب والأسعار بالتراجل فهل يا ترى اليوم سوف نلاحظ مع صدور البيانات الأمريكية الهامة التي هي معدلات البطالة والتقرير التوظيف بالقطاع الخاص الذي تصدر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة سوف يستطيع مؤشر الدولار باختراق مستويات 93 والثبات أعلىها إذا كانت البيانات الاقتصادية إيجابية وداعمة للدولار الأمريكي أم أنه سوف يتراجع ويرتد من هذا المستوى ونشاهد تصحيحات وتراجعات على آخر الأسبوع على أزواج الدولار وملك الملاذات الآمنة الذهب إذن أخواني العزاء مفتاح التداول لهذا اليوم هو مستوى سعر 93 نتابع التحركات للأسعار والإغلاقات بالقرب من هذا المستوى الهام الذي يحدد مصير أزواج العملات وبالذات زوج اليورو دولار وأيضا يحدد مصير ملك الملاذات الآمنة بشكل كبير جدا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ولاحظنا أخواني العزاء وتحدثنا في التحليلات السابقة أن ملك الملاذات الآمنة الذهب يعتبر صاعد ويسير في ظل قناة رئيسية صاعدة والأسعار تتداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وذكرنا في أغلب التحليلات السابقة عن قوة نقطة 1930 والذي هي عبارة عن منطقة المحور ونقطة البايبت والذي عدنا لها أكثر من مرة ولو نراجع الحسابات إلى من تاريخ 11 من أغسطس والسعر يتداول بالقرب من هذه المنطقة الحساسة والقوية والمحورية والمفصلية لملك الملاذات الآمنة إذن أخواني العزاء يجب الحذر أوقات التداول عندما يكون السعر ملامس لهذه المنطقة الخطيرة جدا لأنه نلاحظ حتى بالرغم من قوة الدولار يوم الأمس لاحظنا أن السعر فشل في كسر 1930 ولا زال يتداول بالقرب منها إذن أخواني العزاء نتابع التداولات بالقرب من 1930 لأنه في حال تمكن السعر من الثباتة علىها قد نشاهد عودة لمستويات 1960 ومستويات 2000 ومستويات 2050 مجددا أما في حال أن السعر تمكن من كسرها وذلك بتلقي الدافع السلبي من مؤشر الدولار الأمريكي في حال أن مؤشر الدولار الأمريكي استمد بالبيانات الإيجابية وحصل على قوة للدولار فمن الممكن أن نشاهد كسر لمستوى 1930 وقد نشاهد ملك الملاذات الآمنة يحبط ويصل إلى مستويات 1860 وقد يصل إلى مستويات 1840 ولكن حاليا السيناريو الهابط يعتبر مستبعد نوعا ما ولكن السيناريو الأقرب هو السيناريو الارتداد الصاعد وذلك لعدة أسباب فنية أهمها أن الأسعار تتداول أعلى 1930 وأيضا تتداول أعلى المتوسط المتحرك وتسير في قناة رئيسية صاعدة إذن أخواني العزاء يجب الحذر والتنبه للبيانات الأمريكية وقت صدورها في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ويجب أخذ هذه البيانات في الحسبان والحذر في التداولات إلى أن تنتهي البيانات وتتضح الرؤية هل سوف يرتد ملك الملاذات الآمنة أم يكسر إذن نفتح تداول اليوم الحالي هو 1930 دولار للأنصة مجددا يجب متابعته بشكل دقيق جدا ونتابع الإغلاقات السعرية بالقرب من هذا المستوى الهام للذهب إذن أخواني العزاء ننتقل إلى النفط الخام لاحظنا النفط الخام أنه لا زال يسير في ظل القناة الرئيسية الصاعدة ولا زال يتداول بشكل صاعد وأن كل الهبوط الذي حصل للنفط الخام لا زال يعتبر في طور التصحيح وشرط تحقق السيناريو الصاعد وبقاء النظرة الصاعدة للنفط الخام هو ثبات الأسعار أعلى مستوى الأربعين فاصلة خمسين والواضح أمامكم بالخط الأحمر المتقطع ونلاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم منع السعر يوم الأمس من كسره والهبوط دونه ونلاحظ تحرك السعر بمجرد ملامسة المتوسط المتحرك وحاليا تحاول الشمعة اليومية للنفط الخام بإعادة اختبار هذا المتوسط المتحرك ومن الممكن أن نشهد بعض التصحيحات والصعود والارتداد لليوم الحالي إلى مستويات الثلاثة وأربعين ولكن شرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستوى الأربعين فاصلة خمسين إذن أخواني الأعزاء هذه هي النظرة الفنية للنفط الخام مفتاح التداول لليوم الحالي هو مستوى سعر أربعين فاصلة خمسين نتابعه بحذر ونتابع التصحيحات والإغلاقات عند مستوى هذا السعر إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة إسوة بملك الملاذات الآمنة تراجعت هي الأخرى أيضا مثل الملاذات الآمنة متأثرة بقوة الدولار الأمريكي ولكن نحن حددنا في التحليلات السابقة مستوى سعر ستة وعشرين فاصلة أربعمائية وتحدثنا أن هذا هو المستوى قوي جدا ويعتبر الفضة صاعدة وتسير في اتجاه صاعد وفي قناة رئيسية صاعدة وأعلى المتوسط المتحرك ولن نتوقع السلبية والسيناريو الهابط للفضة وتغيير المسار إلا بكسر مستوى ستة وعشرين فاصلة أربعمائية الذي نلاحظ أنه منذ الأمس الأسعار تتداول بالقرب منه وتفشل في كسره ولزالت الأسعار في حيرة تنتظر البيانات الأمريكية وتأثيرها على الدولار الأمريكي وعلى مؤشر الدولار الأمريكي إذن أخواني العزاء في حال أن الأسعار ارتدت وصعدت من مستوى ستة وعشرين فاصلة أربعمائية قد نشاهد عودة الفضة لمستويات ثمانية وعشرين خلال اليوم الحالي أما في حال تمكن السعر من كسر مستوى ستة وعشرين أربعمائية فمن الممكن أن نشاهد سعر الفضة يهبط إلى مستوى الأربع وعشرين فاصلة سبعمائة وعشرين إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي لاحظنا يوم الأمس هبوط مؤشر الداو جونز من مستويات قوية جدا وتحدثنا عنها يوم الأمس وحذرنا أن هذه المستويات تعتبر مستويات تاريخية ومستويات ارتدادية ويجب الحذر في التداول عند أصول الأسعار إليها ولكن سرعان ما بدأ الارتداد يوم الأمس وانهيار مؤشر الداو جونز والسقوط الحر الذي حصل ولكن نلاحظ قوة مستوى الثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة الذي حددناها كدعم رئيسي ونلاحظ أن الشمعة يوم الأمس بمجرد أن وصلت الأسعار إلى مستويات ثمانية وعشرين ألف وواحد وستين بدأت الأسعار بالانسحاب والإغلاق أعلى ثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة وحاليا الشمعة اليومية لمؤشر الداو جونز لم تستطع تأكيد هذا الكسر ولا زالت تهبط إلى ثمانية وعشرين ألف ومائة وتنسحب الشمعة مرة أخرى إلى مستويات ثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة إذن أخواني العزاء مفتاح التداول لليوم الحالي هو مستوى ثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة يجب متابعته بحذر في حال تمكنت الأسعار من كسره والثبات أسفله فنتوقع هبوط الأسعار إلى 27200 أما في حال أن الأسعار ارتدت وصعدت وأغلقت أعلى 28300 قد نشاهد عودة للأسعار إلى مستويات 29000 مجددا إذن أخواني العزاء هذه هي النظرة الفنية لأهم السلع والمؤشرات وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتي عبر حسابي في موقع تويتر الذي سوف أضع لكم في صندوق الوصف وأتمنى منكم عمل اشتراك في القناة من أجل أن يصلكم كل جديد وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله